بتهم كيدية أو وشايات كذبة من المخبر السري أو بشكل عشوائي هكذا يعتقل العراقيون بطريقة وحشية لا تمت لحقوق الإنسان بصلة فضل عن المغيبين قسراً الذين أغلقت دونهم الأبواب وأعيذ ذويهم شتى وسائل البحث عنهم من دون جدوى والله أنا لا أرى ابني ولا أدري وين ما وين ولا أعرف أخبارك يعني ما أدري وين ولا أعرف إيش أكل إيش شرب إيش نبس والله وجد تقي علي دعاوي كيدية لا بها ولا عليها لا أرهاب هو ولا قاتل ولا أكل شي بسوي مجرد سايق تاكسي لا بها ولا عليها والله العظيم المعتقلون في العراق يعيشون سنوات طويلة بوضع يفتقروا إلى أدنى أسباب الحياة ومن دون محاكمة ومن يمنح منهم حق المحاكمة فإنه يواجه قضاء طائفياً وسيلاً من التهم التي لا يجد خلاصاً منها إلا بحبل المشنقة ذو المعتقلين والمغيبين قسر يطالبون ببيان مصير أبنائهم أو بيزدار عفو عام لعلهم ينهون ما سات آلا في المعتقلين لكن تلك المطالبات تذهب أدراج الرياح في كل مرة أقولهم هاي العالم بدأت ناشدكم يعني أماكو ضمير ماكو إنسانية ليش ما تشوفون حال هالشعب هذا هذا الشعب المسكين اللي حرمتوه صار لنا حوالي 18 سنة أولادها كل العالم أكثرها بس جن كلها تهم إرهاب واتهم كيدية وكلها مخبر سري ليش هالعالم هاي ما مظلومة فقد أصبح العراق في ظل هذه الحكومات أمام طريق طويل لتحسين مكانته بعد تراجع ترتيبه في مجال حقوق الإنسان داخليا ودوليا من جراء الانتهاكات الحاصلة بحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق الحكومة الحالية ومن قبلها تتخذ بمؤسساتها الأمنية إجراءات تعسفية وسياسة قمعية في حملات الاعتقالات التي تقوم بها والتي بني أغلبها على الفساد المستشري لممارسة الابتزاز أو بدوافع انتقامية وطائفية وما يتبعها من مساومات مالية وسوء معاملة وإذلال لذوي المعتقلين عند زيارة أبنائهم في السجون الحكومية منظمات حقوقية أكدت تصعد شكاوى الابتزاز التي يتعرض لها ذوي المعتقلين في العراق من عند ضباط التحقيق والعاملين في مراكز التوقيف والسجون بشكل غير مسبوق ومع اقتراب الانتخابات بدأ استخدام ورقة المعتقلين بالوعود الفارغة وكذلك إعادة النازحين إلى مناطقهم مع أن ميليشيات الحجد صرحت بأن لا عودة لنازحي جرف الصخر شمالي محافظة بابل إلى مناطقهم مع ما يعانيه أهل هذه الناحية من ظروف قاسية في مخيمات النزوح للسنة السابعة على التوالي مع تضاؤل الأمل بإمكانية عودتهم بسبب سيطرة الميليشيات على الناحية واستخدامها مصانع للصواريخ وسجونا سرية بحسب منظمات حقوقية